السلام عليكم ايضا رقيصة اليوم موضوعنا عن السكالب كلم عن السكالب ممكن يشوفه السكالب من قدام اللي هو anterior view ممكن يشوفه من الجانب اللي هو lateral view ممكن يشوفه من الخلف اللي هو posterior view from the above اللي هو superior view ومن الجوه اللي هو anterior view السكالب متكونه من 22 بونز مع عدل بونز أو بوسيكل ومن الجوه اللي هو مجموع كل 28 بونز هالي 22 بونز بشكل عام في تكون بينهن اكو جوينز الجوينز هالي اسميها السكالب اللي هي type of fibros joint بس ممكن ال بونز أو بسكالب يرتقتن عن طريق السكالب اكو اكو اثير type of جوينز في تربط البونز أو بسكالب البونز أو بسكالب 22 بونز قسميه 3 اقسام القسم الاول اللي هو من فوق هاله هالي اسميه كالبيريا اللي هو بيكون ربوتكشن لما يدخل من البيان السكالب اللي هو بيكون من قسم الأول الكالبيريا اللي تكون من ججز ربوتكشن بانجز ربوتكشن حيث ربوتكشن اللي هذاني مجدام اللي نسميها لزايكوكرانيا طبعا هذان اقسام كلها ما يدخل من ضمنها المبدل انتيري الرفيو متكون من فوق سوبيير من سوبيير بارت اللي هو هذا البون فونتال بون ادنى التو نيزل بون وبعدها يجي هذاني تشيك بونز او الزاقوماتيك بونز ادنى تو بونز اللي هي مكزيلاري بونز ادنى بالاخير المانديبيلر بونز ادنى همات ادنى تو اوربيتز بالنسبة للفرونتال بون ادنى 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 لادماكس اول شي ادنى فوق الاوربيت مباشرة هذا الجزء وهذا صار على الجهتين عبارة عن ارش نسميه سيلياري ارش هذان يرتقن اثنيناتهم بالنص ديبراشن سميه الكلاب اللب الفرونتال بون رح يستمر في التقوية الزاقوماتيك بون عن طريق هذا البروسيس هذا البروسيس هذا البروسيس اللي هو اسمه زاقوماتيكو بروسيس أوف تا فرونتال بون هو جاي من الفرونتال بون ويعتقل بالزاقومة ادنى بالسوبيلير تاوربيت وليه هو بارت من الفرونتال بون ادنى هذا الرج هذا نسميه سوبراربتال رج السوبراربتال رج يفوت من عنده سوبراربتال بيزلز و سوبراربتال نير ادنى دي جو ننزل رح نشوف دني التو بونز اللي هنه part of nasal region دني دني نسميه النيزل بونز نلاحظ النيزل بونز انه متصلات بالفرونتال بونز عن طريق هذا السوشر نسميه fronto nasal suture الفرونتو نيزل سوشر هو كلها هاي المنطقة هاي يسموها نينزيون على الجوانب ادنى cheek bonds ال cheek bonds اللي هنه نفسهن zygomatic bonds بيها بروسس صاعد ديفوك مثل ما شفناه من التقويل الزاقوماتيكو بروسس أو ذا فرونتال بونز اللي هو هذا هذا اسمه الفرونتال بروسس أو الزاقوماتيكو بونز ديني ادنى الزاقوماتيكو بونز يتقل ديني جاوب ديني التو بونز اللي هنه المكزلري بونز المكزلري بونز بيهادر بروسس رايح للزاقومة اسمه zygomatic process of the maxillary بونز و بي بروسسس رايح باتجاه الفرونتال بونز اسمه frontal process of maxillary bone ال piriform aperture اللي هي هذه anterior nasal cavity دينشوف ها صغيرة من عندها بال inferior part بال base of the piriform aperture دينشوف هذا الجزء البارز هذا الجزء البارز هو نسميه nasal crest بجزء دي قدام اسمه anterior nasal spine هذا anterior nasal spine و posterior nasal spine نحن نحن بعد هنا هناك جزء بال piriform aperture هذه الوضحات هنا قدامنا هذا يسميه inferior nasal colica نحن بالمكزير الريبون two foramen على الجوانب يسميه infraorbital foramen جو الorbit infraorbital foramen هذا يوجد من infraorbital vessels and infraorbital nerve المكزير الريبون بهذا الجزء اللي هو تلتقي من انت التيب يكون connection of the tebe اسمه abular process هذا mandibular bone ليجوه بالنهاية بجزء رئيسيات بالانتيري ريبيو الجزء اللي تتصل بالتيب اللي هو اسمه abular part of the mandibular bone هذا المانديبيular bone يلتقي بالنص fascia elevation هذا اللي هو اسمه mental protoperence mental protoperence بي على الجوانب tubercle اذن ال tubercles اسمه mental tubercle اكو فورامين قريبه من mental tubercle اللي هي هذه واللي هي هذه اسمه mental foramen يفوت من ادهل mental nerve and mental visils بالنسبة 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 المانديبل عدنا هذا قريبه من mental foramen على lateral part اكو arch جاي هذا اسمه oblique line of the mandible هذا oblique line بالنسبة لهذا oblique line هو عبارة عن attachment المسل from the side of the skull or from the lateral view اللي هو هذا الجزء رح نشوف قدامنا عدنا اهم شي هذا البون الشبير اللي هو temporal bone بالنسبة لل temporal bone ب parts part الاول اللي هو هذا نسمي sequamous part part الاخر اللي هو هذا نسمي timponic part وهذا هو mastoid part any parts of the temporal bone اول واحد متل ما قلنا اللي هو sequamous part sequamous part يرتبط من فوق ويا parietal bone عن طريق هذا suture اللي هو اسم sequamous suture رح يرتبط بهذا البون اللي هو sphenoid bone عن طريق ايضا suture اسم sequamous sphenoid suture هاي الجزء هذا اللي هو صاير النقطة التقاء ما بين sequamous suture وال sphenosequamous suture هذا نسميها المنطقة التريون رح اكو جزء هاذا هنانا مثل ما قلنا اللي هو التيمبانيك هذا التيمبانيك part التقاء اللي هو يوفر قسج في external auditory canal عبارة عن بالبداية تبدأ external auditory opening بعدين external auditory canal قدنا هذا الجزء اللي هو mastoid part mastoid part بالنهاية اكو هذا الجزء الانفيريار المادة اللي هو mastoid process الماستويد part بهذا suture ناتج ما بين connection هو عبارة عن connection between the occipital bone and mastoid part of the temporal bone هذا اسمه occipital mastoid suture عدنا هذا البروسس هنانا اللي هو طالع من temporal bone من temporal bone هذا البروسس اسمه styloid process of the temporal bone temporal bone بهذا الجزء اللي هو process رايح باتجاه الزيغوم zygomatic bone هذا process اللي هو zygomatic process of the temporal bone suture هذا اللي مثل نقطة التقاء الزيغوم and process اللي هو temporal process of the zygomatic bone zygomatic bone بها بالlateral view بين higher foramen higher foramen is zygomatic facial foramen هي عبارة عن passage for zygomatic facial nerve آخر شي عندنا هذا mandible بمسم mandible be higher angle angle of the mandible هو عبارة عن connection ما بين anterior part of the mandible and posterior part of the mandible الم mandible ب process رايح باتجاه temporal bone يمسوي connection ما بين mandibular bone and temporal bond هذا process isme condylar process of the mandible bone في سوى جون اسme temporomandibular joint هنا لدينا process آخر isme coronoid process of the mandibular bone from the back of the skull هذا posterior view بال posterior view راح نشوف mainly هذا occipital bone occipital bone به هنا جزء baris elevation اللي هو external occipital protoperance بهذا الجزء اللي صعر elevation فوقه يسمو union نزل لي جوه اكو هذا crest crest of the occipit اسمه external occipital crest external occipital crest على الجوانب اكو line هنا two lines ومن فوق اكو ايضا two lines مزيزم external occipital protoperance هذا الذنى lines يسموه the nucleus lines superior nucleus line inferior nucleus line occipital bone هذا بيه اجزاء يتصلا بال temporal bone هنا شفنا هذا suture بال part of temporal bone التذنى suture اللي والحاد كدان posterior view اللي يتمثل connection of the occipital bone ويال two parietal bones هذن suture سمها lamdoid suture and from the above of the skull اللي هو superior view نسمي superior view اجزاء two parietal bones هذا sagittal suture اللي هو connection of the parietal two parietal bones وهذا coronal suture اللي هو connection of the frontal and parietal bones هنا نقطة الالتقاء ما بين sagittal suture وال coronal suture اسمها prigma prigmatic area الامدا لدي جوه عدنا هذا قدنا اللي هو connection ما بين occipital bone وال two parietal bones هذن السويتر اسمه lamdoid suture هاي الاريا اللي هو نقطة التقاء sagittal suture وال lamdoid suture اسمها lamda area لدي البرغماتيك area هذي وعدنا lamda area عدنا هذا قدامنا اللي هو inferior review of the skull inferior view of the skull لانه هو complicated part رح نقسمه الى three major parts اول part هذا هذا الpart اللي هو anterior part من السفينو للحد anterior part ماتل هاي الفورامن اللي هي اسمها poramen magno هذا كل اسم الميدل part لي جوه الروح لاتجاه البوستير part of the inferior view اللي هو هذا ويشمل poramen magno بالنسبة الانتيرير part of the inferior view دل لاحظ كدامنا هذا الجزء هذا هو يسموه hard pellet وهذا ايضا يسموه hard pellet ولكن فرق بين هاي hard pellet جاي من maxillary bone وهذا hard pellet جاي من palatine bone هذا بيها هاي hard pellet of maxillary bone hard pellet of maxillary bone بيها هاي foramen اسمها incisive foramen هي عبانة عن passage of the nasal nerve and sphenopelatine vessels نجل هنانا ايضا قلنا هاي hard pellet هاي بيها two foramen ذني على الجوانب واحد يسموه greater pelatine foramen والجوه هي lesser pelatine foramen هي عبارة عن يوفر passage for greater pelatine vessels and lesser pelatine vessels on there هذا الجزء البارز قدامنا هو nasal spine ولكن صاير بال posterior فهو posterior nasal spine هنا هنانا اللي هو vomer vomer bone هنانا هندخل احنا من نعبر pelatine bone هندخل بال middle part of the inferior view هذا vomer هنانا وراها يجي السفينويد bone السفينويد bone بعدد من parts ب multiple parts اول part يجينا من السفينويد bone اللي هو هذا part هذا هذا اللي هو اسمه terigoid part terigoid part اللي هو ب two process واحد جاي باتجاه الميديل واحد جاي باتجاه اللاترال اسمه الميديل اللاترال terigoid plate هذن بنص terigoid plate اكو فوسة اسمها terigoid فوسة terigoid فوسة بنهايته اكو فوسة اخرى اسمها scavoid فوسة هاي السفينويد bone هنانا اكو جزء هاد بارز كبير من انته اللي هو الغريتر wing of the sphenoid bone greater wing of sphenoid bone ورا هال sphenoid bone راح يتصل بال occipital bone هنا انا انطيق هاد السوجر ادنى هاد واضح قدامنا اللي هو الزيجوماتيك arch هاد ناتج ما بين الزيجوماتيك process of the temporal bone and temporal process of الزيجوماتيك bone بال الزيجوماتيك التمبرال bone بهذا هنا فوس هايا اللي هو يدخل من عندها condylar part of the mandibular bone هذا هو الستايلويد process of the temporal bone وهنا الماستويد part of the temporal bone اللي هو الماستويد process عدنا هايا هنان فورام هايا صاير ميدي هنان two foramines هذن يسمحن foramen that's wrong فوقاها مباشرة هذي foramen اسمها foramen oval بصفها اكو foramen لني two foramen لني هايا اسمها foramen spinozum foramen spinozum تفوت من ادهي المدل من الانجي الارتري جواها اكو هاي الفورامن اسمها carotid foramen هي عبارة عن canal for carotid internal carotid artery and nervoplexus هاذا كله جزو من temporal bone هنان هاذا الجزو هو occipital bone ما بيين ما بيين جزو occipital bone ما بيين temple bone اكو هاي foramen ايضا هاذي هاي الفورامن اسمها jugular foramen يفوت من خلالها internal jugular vein و three nerves اللي هنا glosopharyngeal nerve vegas nerve and accessory nerve ما بيين ال styloid process هذا و ما بيين هذا mastoid process of the mastoid part of the temporal bone اكو هاي foramen اسمها stylo mastoid foramen هاي stylo mastoid foramen يفوت من عالها facial nerve البosterior part هاذا of the inferior view لنه يبدو من anterior anterior to the foramen magna وينتهي بال superior لنه line superior nucle lines وهذا inferior nucle l'occipital bone اهم جزء بال posterior part occipital bone هنا several parts four major parts اول واحد اللي هو هذا anterior reformen magnum هذا اسمه basilar part then you two anterior lateral parts وهذا اللي هو sequemus part of the occipital bone هاذ هنا عدنا هذا process اسمه condylar process of the occipital bone على anterior lateral من جوه اكون فورامن هاذي اللي هي hypoglossal foramen يفوت من ادها hypoglossal nerve هذا بال anterior lateral اهنان بال basilar او بال anterior اكون هنا هذا process اسمه pharyngeal process طبعا هاي الفورامن magnum كل مهمة يفوت من ادها spinal cord brain stem spinal cord ويفوت من ادها vertebral arteries spinal arteries and accessory nerve part of accessory nerve bing وال liar